اهلا بيكم وتابعيني عاملين ايه؟ ان شاء الله يارب تكونوا بخير معاك بوافق السلامة والنهاردة هنقدم وصفة وحلوة وسهلة ولزيزة وخفيفة من الوصفات اللي تنفع للصيف عمتا تعارفين في الصيف كلنا مش بنحب المسبكات ولا الطماطم ولا الحاجات دي فمحتاجين الحاجات العجينة او المخبوزات اللي تكون شاهية ويحبوها كمان اولادنا ومنوقفش في المطبخ كتير عشانها تعالوا نشوف الوصفة نهاردة وصفتنا لحم بعجين بس طعم وتحفة زي اخواتنا العراقيين ما بيقولوا عليه نهاردة وصفة ونسمي الله معايا اربع كبايات من الدقيق ونص معلقة ملح ومعلقة سكر ومعلقة خميرة كبيرة ومية دافية دي حسب بس خدت مني اربع كبايات تقريبا كبايتين الا ربع من المية وكل دقيق حسب ما بياخد من المية او حسب ما بياخد من السوايل هنزود المية الضفية تدريجيا ونعجن هنزود ونعجن لغاية ما تزبط معانا العجينة وما تلزقش في ادنا وتكون عجينة قطنية هشة وخفيفة وانتي حتى بتمسكيها وهي ايه لسه عجين بتبان في الايد قبل ما تتخبز صدقوا لي بعد ما عجلنا والعجين بقى طلع زي الفل خلاص ما بينزقش في ادينا غطينا وسبنا يرتاح هنجيب كمية من اللحمة المفرومة وبصلة كبيرة وملح وفلفل وكمان فلفل متقطع مش عايزة يعني مضروب او مفروم ناعم لأ انا عايزة خشن شوية عشان ما يبقاش عصير فلفل عايزين الطعم بتاعه عايزين القرشة بتاعت الفلفل وعشان اللحمة حمرة معايا فانا هزود لها نص مكيال من الزيت النباتي العادي تمام؟ هنحط بقى السبع بهارات معايا مش اكتر من كده سبع بهارات وملح وفلفل هي دي التدبيلة بتاعتي بس كانت رحتها روعة وطعمها جميل شايفين الفلفل المتقطع انا عايزاش اريح كده بعد نص ساعة سيبنا العجينة تختمر في الجو ده الجو اليومين دولة برضو دافي فسرعة اختمرت العجينة معايا هنجيب سطح نظيف وهنرش الرخامة بتاعتي دقيق من فوق ودقيق من تحت وهنقطع كور صغيرة طلعت معايا ما شاء الله كمية كويسة وكمان فيه كان اربع ترغيفة يعني اربع كور عملتهم تاني يوم حطيتهم في الفريزر وطلعتهم السبح فكوا وعلى طول فردتهم وعملت اربع ترغيفة فطرنا بيهم كانوا ما شاء الله ريحتهم زي الفل بجد يعني العيش في البيت حلو كمان لما تفرحي ولادك بحاجة جديدة وتغيري مودهم ده حلو بمناسبة ان احنا في الاجازات معظمنا دلوقتي هنجيب النشابة وهنرشد ايه من فوق وتحت وهنفرد الرغيف اللحم بعجين ده من الاكلات العراقية الحلوة اخواتنا العراقيين بيعمدوها تقريبا في ناس بتحط سماء بس يعني تعديل للوصفة فهم بيحطوا سماء بس انا محطتش في وسيتي بتاعت النهاردة ايه ربنا يفرجها عليهم يسلح حلهم العراقيين كلهم يا رب انا هفرد خلاص الرغيف بتاعي شايفين كل الرغيفة او كل الكور هنفردها بالمنظر ده هجيب صاجة او ثنية مدهونة مادة دهنية او زيت وهروح حطة الرغيفة وحطة فوقها كورة كده مدورة من العجين وافردها احاول افردها ما تقلقوش اللحمة مش هتكرمش عشان فيها نسبة دهن يعني الزيت اللي احنا حطيناه فخلاص مش هيخلي العجينة تلم بالعكس العجينة مفروضة وزي الفل معايا هحط كمية حلوة كده عشان طعمها يبقى حلوة نبا كلها ممكن تعملي واحد لكل شخص وممكن تعملي اتنين ده حسب من انت المقدار اللي عندك من اللحم عملنا كمية حلوة ومحترمة بجد من اللحم بعجين ده وخرمته كمان بالشوكة قبل ما يدخل الفرن دخلته على نار 180 درجة الحرارة كانت 180 وخد معايا بالزبط كل صاجة ربع ساعة 15 دقيقة فقط لاغية اديته وشي من فوق من الشواية دقيقة بعد ما خد ربع ساعة خد دقيقة كمان لكل صاج وطلع زي ما انتوا شايفين طعمه حلو ومقرمش من برا والعجينة طرية من جوة الاطراف كانت مقرمشة او جميلة للناس اللي بتحب الحاجة المقرمشة واللحمة كانت طرية خالص ما شاء الله بجد وصفة من المواصفات الحلوة قوي اللي ممكن تجربيها في الصيف وتدعيلي اتمنى اذا عجبك الفيديو ما تنسينيش من اللايك ولو انت من اول متابعيني او بتتابعيني على طول اكتبيلي تعليق اكون سعيدة جدا وفعلا بشكركم على تعليقاتكم الايجابية اللي بتخليني يوم عن يوم ان شاء الله اشتغل واستمر واذن الله باذن الله هوصل للا انا عايزاه وهقدر اوصل لكم كل معلومة اقدر افدها بيكم اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم ما تنسينيش من الاشتراك لو اول مرة بتشوفيني وان شاء الله وصفة النهاردة تعجبك اشوفك على خير كانت معاك وفاء السلامة سلام عليكم